سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. النهاردة هنتكلم عن الفنانة دلال عبدالعزيز وعن وسيطها لابنائها ايمي ودونيا. فقبل ما نبدأ التفاصيل ارجو منكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وانفعل زر الجرس على الكل ليسلكوا كل جديد من القناة. حضراتكم النهاردة هنتكلم عن الوصية بتاعت الفنانة دلال عبدالعزيز. حضراتكم عارفين ان دلال عبدالعزيز الحالة متأخرة وكمان الاطباء يعني صرحوا كده وقالوا يدعو لها لان الحالة اللي هي فيها اللي بعد الكورونا بتبقى اصعب من اصابتها بالكورونا. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الوصية اللي جمعت ايمي ودونيا. اه وحسن ورامي ردوان كمان. وبدأت تقولهم وصيتها. بس الاول قبل ما نقول الوصية بتاعتها. اه الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سامر غانم الله يرحمه. كانوا بيساعدوا اي حد وبيحاولوا ان هم يجبروا بخاطر اي حد يعرفوه او ما يعرفوهوش. فكانوا بيعملوا خير كتير. وده اللي ناس كتير تلعت قالته وناس كتير تلعت اتكلمت عن ان وقفتهم جنبهم وعملوا حاجات خير كتير. فالفنانة دلال عبدالعزيز رغم ان هي في المستشفى حاليا وتعبانة بس دايما بتفكر فيه اللي حواليها. كتير بيقولوا ان هي بتفكر تساعد ده. شوفوا ده عايز ايه? شوفوا ده محتاج ايه? طبعا ده بيدل على ان هي انسانة جميلة من جواها. وكمان انسانة خيرة جدا. وكمان الفنان سامير غانم كان نفس الاسلوب وبنفس الطريقة. وكان عمره مزعل حد بكل اللي حواليه بيشهدوا بكده. فالفنانة دلال عبدالعزيز اول حاجة قالتها لامي ودنيا ان هم يخلوا كل حاجة كانت بتعملها خير. واي حد كانت بتساعده قريب غريب. لازم بعد ما تموت يوصل لهم كل حاجة هي كانت بتعملها لهم. دي اول حاجة. وتاني حاجة وصلت حسن على امي. وقالت له ان هو لازم ياخد باله منها بعد هي ما تموت. وكمان ما ما يزعلهاش. ودنيا كمان كلمت رامي ردوان وقالت له نفس الكلام. اما بقى الوصية فعلا اللي خلت الكل ينهار ان هي وصلت امي ودنيا على سامير غانم. وقالت خلوا بالكم من سامير بعد ما موت. وطبعا داك خل امي ودنيا ينهاروا بسبب الوصية دي لانها لسه ما تعرفش ان الفنان سامير غانم اتوفى الله يرحمه. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا وارجوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وانفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي.